شلونكم شاكم ماكم إن شاء الله الكل بخير وبصحة تمام وأخيرا بعد طول انتظار الآيفونات الجديدة والساعة الجديدة راح أسأل فلكم بشكل مختصر بهذا الفيديو عن أهم ما تم الإعلان عنه في مؤتمر أبل وما ريد أخذ من وقتكم هواية بس أكو مفاجأة أنا محضر لكم إياها فاتأكدوا أن تكونوا مشتركين بالقناة ومفعلين الجرس وأيضا متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي أكو شغلات قادمة إن شاء الله من ضمنها فاتش مفاجأة تحبون هاي الشغلات ما ريد أخيروا باعليكم بس ما ريد أخذ من وقتكم هواية خلي نبدي أول شي بالساعات شركة أبل أعلنت عن الساعات الجديدة سيريس 9 وكذلك الألترا 2 اللي راح يجون بمعالج جديد هذا المعالج الجديد راح ينطي أفضلية لمساعد سيري أنه يقدم خدمات أفضل ولكن حقيقة اللي لفت انتباهي مو المعالج الجديد حتى أكون صريح وياكم اللي شفته مميز فعلا هو سطوع الشاشة مع الساعة الجديدة اللي هو 2000 نيتس أتكلم هنا عن السيريس 9 مو الألترا الألترا راح يكون 3000 نيتس هذه أرقام كسطوع الشاشة تعتبر أرقام رهيبة جدا لأنه أنت كلش مهم تكون الساعة واضحة جدا إضاءتها تحت أشعة الشمس أكيد يعني مو دائما واحد يكون جواساقف على مدة يشوف الساعة مالتاوي يستخدمه أغلب الوقت واحد يكون برا فسطوع الشاشة هذه رح يكون مناسب جدا 2000 نيتس للسيريس 9 و3000 لألترا 2 للأسف أداء البطارية رح يكون مشابه للنسخة السابقة واللي هي ما تعتبر فت شي كفاءة عالية صراحة يعني ثلاثة أيام يومين بالزايد يعني تمشي هذه البطارية ورح تحتاج شحن معلومة إضافية بخصوص ساعة الألترا 2 رح تكون نفس البطارية مال النسخة السابقة واللي يعني هو هذا أكثر شي أقدر أقول عنه أنه هو فت شي مخيب للآمال جد أتمنى أنه يكون تكون البطارية على الساعات الجديدة تكون أفضل وقدامكم رح تنعرض الأسعار الجديدة بخصوص ساعات السلسلة الأس 9 وهسا خلي نبدي بالآيفونات ورح أبدي بالنسخة الاعتيادية الآيفون 15 العادي والآيفون 15 بلس والآيفونات الاعتيادية كل شي خص هذه الأجهزة هي تماما مثل ما كان بالتسريبات الدايناميك آيلاند أو الجزيرة التفاعلية متوفرة لأول مرة مع الآيفونات الاعتيادية شاشة OLED 2000 نيتس السطوع الشاشة واللي هو فت شي ممتاز طبعا النسخة الاعتيادية حجم شاشتها 6.1 إنج بينما نسخة البلس هي 6.7 إنج الكاميرا الرئيسية رح تكون 48 ميجابيكسل واللي هي نفس الكاميرا اللي على الآيفون 14 برو اللي نزل العام السابق وكان أكو اهتمام واضح بتصوير البورتري طبعا الجدير بالذكر المعالج هو الاي سكستين اللي هو أيضا نفس معالج الايفون 14 برو السابق هسا جابه وخلوه على النسخة الاعتيادية كفات البطارية رح تكون أفضل باعتبار الشاشة مو شاشة البروموشن 120 هرتز فقط 60 هرتز فأكيد عامل وجود الشاشة اللي به هرتزية قليلة 60 هرتز هذا فتشي يساعد على أنه استهلاك البطارية يكون اقتصادي وهو أيضا الاي سكستين يعتبر يعني معالج كفوق من ناحية استهلاك البطارية شخصيا نشوف أكثر شي مخيب للآمال هو أنه الشاشة 60 هرتز شتتمنى أنه يكون جايبي البروموشن موضوع الديناميك آيلاند أكيد فتشي جمالي بس يعني موضوع البروموشن كان مفروض يكون متواجد وأهم للنسخة الاعتيادية وقدامكم رح تشوفون الأسعار ومن بعد ما شفنا الأسعار أكو شغلة مهمة جدا والكل ده ينتظرها وهي وجود منفذ التايب سي بدل اللايتنينج بس أكو في التفصيلة كلش مهمة ومخيب الآمال صراحة بخصوص التايب سي على النسخة الاعتيادية رح أسالفها بنسخ البرو فخلي نبدي نسالف عن الآيفون 15 برو والبرو ماكس شاشات الايفون 15 برو والماكس رح تكون نفسها 6.7 و6.1 وتماما مثل ما كانت التسريبات صحيحة مع النسخة العادية الـ 15 الاعتيادية أيضا البرو هنا رح تكون نفس التسريبات اللي شفناها تبديل السلايدر الكتم بالزر الجديد واللي هو الـ Action Button اللي من خلالها رح تقدرون تحددون الـ Action المعين وهذا أيضا فتش يحتاج أنه انجربه كان أكو بعض القلق بخصوص هذا الـ Action Button أنه ممكن يندس وانت بجيبك من هالتفاصيل هذه فهذا الموضوع لازم يكون خاضع للتجربة يلا ذاك الوقت واحد يحكم ويشوف هل هذا الـ Action Button يعتبر ناجح عن فتشي رح يعتبر يعني سلبي أكثر مما هو إيجابي أهم شي بما يخص نسخ البرو دائما يكون المعالج والمعالج هالمرة هو الـ A17 Pro هذا المعالج بمعمارية 3 نانو متر ووجود هيش معمارية تقنيا يعتبر فتشي ينطي كفاءة في استهلاك البطارية بالنسبة لمنفذ الـ Type-C فأكيد هذا فتشي مثل ما كان بالتسريبات ولكن أكد فتشي كلش مهم الـ USB نوع الـ USB اللي رح يجي على نسخ البرو رح يكون USB 3 لترانسفير ريت رح يكون up to 10 جيجابيت وهذا معناها معدل النقل رح يكون أسرع بعشرين مرة من نسخة الـ USB 2 اللي للأسف موجودة على النسخ الاعتيادية الـ 15 Pro والـ Plus بالنسبة لسرعة الشحن فماكو تفاصيل بعد لي هسا ما دا نعرف إيش قد رح يكون سرعة الشحن أكيد رح أكتب لكم بالتعليقات إذا أكو فتشي طرق جديد لأنه هذا فتشي لازم يكون خاضع للتجربة بخصوص الإطار الجهاز اللي هو من معدنة تيتانيوم حقيقة أخذه وقت ما دري يمكن خمس دقائق هيتشي يسولفون عن هذا الإطار الجديد وقبل نسولف عن الكاميرات أكو فتشي كلش مهم بالمعالج الجديد وهي أنه الغرافيكس أثناء الألعاب رح يكون أفضل ومن ناحية الـ Ray Tracing وتقنيات متطورة وحتى الصرف البطارية أثناء اللعب رح يكون أفضل أثناء المؤتمر طلعوا مطورين ألعاب وحكوا عن قدرة نسخ الـ Pro والمعالج الجديد الـ A17 Pro في أنه يقدم أفضل تجربة ألعاب موجودة في العالم حاليا بالنسبة لكاميرات نسخ الـ Pro فرح تكون 48 ميجابيكسل العدسة الرئيسية طبعا نفس الدقة ما للنسخة السابقة بس الحساس رح يكون أكبر فبالتالي هنا رح تكون الصور أثناء الـ Night Mode أو بالإضاءة الخافتة رح تكون أفضل وأكو فتشي جديد صار وهو أنه نسخة الماكس رح تجعلها عدسة Telephoto 5X يعني زوم في خمسة بينما النسخة العادية لا حدها في ثلاثة وهذا فتشي هاي اللي أول مرة نشوفه لأنه هذه العدسة اللي هي عدسة التقريب رح تقدم ميزات متميزة من ناحية التصوير خصوصا الـ Portray نقطة مهمة جدا بما يخص تصوير الفيديو وهو أنه Optical Image Stabilization اللي هو المثبت البصري رح يكون متطور أكثر فبالتالي الاهتزاز رح يكون أقل أثناء تصوير الفيديو وهذا فتشي جدا إيجابي لأنه احنا نعرف الآيفون هات تقدم أفضل تجربة تصوير فيديو على أي جهاز موبايل بالعالم وآخر شي بما يخص الكاميرات عدسة واسعة رح تكون 12 ميجابيكسل ونفس ما صار بالسابق هذه العدسة الواسعة رح تمكنك من التقاط صور ماكرو عن طريق نمط خاص بها وأمامكم الآن أسعار نسخ الـ 15 Pro الجديدة الـ 15 Pro العادي والـ 15 Pro Max ومثل ما تلاحظون أكو زيادة تقريبا 100 دولار لنسخة الماكس عن النسخة السابقة اللي هي الـ 14 Pro Max أنا أريد تكتبولي بالتعليقات شنو رأيكم بالمنتجات الجديدة والأهم من هذا كله أكتبولي رأيكم هل العدسة الجديدة التليفوتو الـ 5X تستاهل زيادة الميت دولار عن النسخ السابقة السعر الجديد أتكلم هنا عن نسخة الماكس الآيفون 15 Pro Max حقيقة هنا أنا أشوف سعر الميت دولار يعتبر مبالغ بي قياسا بوجود بس عدسة تليفوتو احتمال لو نستخدمها لو ما نستخدمها يعني بشكل دائمي وأيضا بما يخص إحنا أسعار بالشرق الأوسط وخصوصا بالعراق أكيد طبعا الموضوع ما راح يكون نفس السعر الرسمي موالفه 200 دولار فهو قبل كان مثل ما نقول بالعامية هلا هلا عاد النوبة هسه زاد السعر فأكيد يعني نسخ الماكس راح تكون سعرها أكثر وبالنهاية أتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو اللي حجيت به بشكل مختصر عن كل ما تم تقديمه في مؤتمر أبل أكيد إذا كنت في التفاصيل جديدة راح أسولف عنها ننتظر يوصل الجهاز حقيقة ما أعتقد أنه راح أشتري أول ما ينزل لأنه بالعراق عندنا السعر غالي بس أشوف إذا قدرت أنه أدبره بسعر مناسب فأكيد راح أسولكم يعني مراجعة كاملة للآيفون الجديد وأيضا قبل ما أنهي الفيديو تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما قلتكم أكون مفاجئة ورح أعلن عنها قريبا شكرا لكل من نكمل الفيديو الأخير ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم